السلام عليكم و مرحباة للفيديو اليوم بدنا هذه الإشارة التي نسميها X of T و قد نطبق عدة نظريات عليها الأولى هي أنه نجد X T مهنص 2 يعني شفت بمقدار موجب 2 أسكن النظاحة طبعا الثانية X 2 T الثالثة X T على 2 X 2 T والرابعة X سالب T قبل أنه نطلع على تفاصيل الإشارة أود أن نوه بأنه هذا النوع من الإشاراتي مثلا X of T وهو الجزءين تتعامل معنا الجزء الأول هو Amplitude وهو يكون بهذا الموقع والجزء الثاني هو الزمن الي يكون كل شيء بين القوسين تمام؟ زين ما نريد من humming ثلاثة olacak ثلاثة أو غير cute نصلا ثلاثة 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 كثق protect الآن لذ كل هذا الرسم لا الانتدفى mà ولهذا نحن عطيناها ملاحظة تمام؟ لأنه ما احنا كان لنا بشرح أما التغيرات اللي بالزمن فتقريبا أغلبها موجودة نحن نشرحها كل حالة ضمن المثال الخاص بها لما نقل T-2 أخذ هذه ما بين أقواس على الصفحة وأساويها بالصفر T-2 تساوي 0 حول فسالة 2 على طرف الثاني أصير T تساوي 2 يعني shift بمقدار موجب 2 فاش عمل؟ نحن نأخذ الزمن بهذا الشكل ننزل الإشارة 0 4 2 6 T تساوي موجب 2 فتعال هون T أشقت صفر عند T صفر تبدأ الإشارة عمل لي صفر زائد 2 لأنه مكتوب موجب 2 إذا طلعت سالة 2 حتى الطرف الثاني صارت موجب 2 فبداية الإشارة كانت بالصفر صارت زائد 2 فبداية الإشارة صارت بهذا المكان نهاية الإشارة 4 زائد 2 6 نهاية الإشارة صارت بهذا المكان الأمبوليتيوت اتفقنا بقى نفسه ثلاثة مطاير 4 تساوي لي 2 T لمن تضرب T بفاكتر أكبر من الواحد فأنت عدتكبس الإشارة تمام؟ لمن أنت تجي تضرب T بفاكتر أكبر من الواحد فأنت أتم العملية تكبس الإشارة نفس النظرية ملهاية أما تبدأ الإشارة بدأت الإشارة الحقيقية عندي الصفر صفر حطوني صفر مكان التي تحط الصفر صفر فيه ثنين صفر إذن بداية الإشارة بهذا المكان تمام تمام زين الأربعة لش أن تعمله تقول ثنين ت تكافئ أربعة فالتي تساوي لي أربعة على ثنين وتساوي لي أثنين الت ما للنهاية أثنين أيضا الارتفاع أقصى شيء تصدر رقم ثلاث أنت المفروض تعب بأنه ماذا مضضرب كانت الإشارة طولة أربعة وحدات سات عبارة عن وحدتين تعب بأنه الت مضروبة بفاكتر يعني رقم أكبر من الواحد عسى ما كان واحد بوينت واحد فلازم تتعرض لعملية كبس زين وجينا على الإشارة الأخيرة أقر للأخير عفوا X T على 2 واحد تجد تقول عدل صفر هي نفس T على 2 أشقد نهاية الإشارة أربعة وسطين في طرفين T تساوي لي أربعة في ثنين ثمانية نهاية الإشارة ستكون عدل ثمانية نجي نثبت كلامنا T أشقد أن ضربت هنا هي عبارة عن نصف في T ما تمام؟ هاي T على 2 ما هي T على 2 هي نصف في T النصف هو رقم أقل من الواحد لما انضربته T برقم أقل من الواحد تمددت الإشارة زاد العرض مالتها لو قل زاد العرض مالتها تمددت الإشارة لأن ضربناها في عام الأقل من الواحد آخر نوع من الإشارات عندي هو X سالب T هذه كانت عبارة عن رسم الإشارة بجهة الموجب والطول مالتها أربعة هسر سمني نفس الإشارة بسبب T بسالب لما نقول سالب T حط هوني أشقد حط أربعة هما أعلى قيمة أربعة حط مكانة T أربعة سالب أربعة نهاية الإشارة وين عد السالب أربعة وبداية حط صفر سالب صفر هي نفسه يعني هذا أفسط توضيح لهذا المثال أتمنى أنه تكون الفكرة لأتكم مضحة لما يقل لي سالب تيح ترسل نفس الإشارة لكن من جهة السالب لما يقل لك تضرب T برقم أكبر من أثنين إشارة تعرض إلى تقل نص فها صعة أثنين بدل ما كانت أربعة لما تضرب بفاكتر أقل من الواحدة حصية بها تمدد أنه الإشارة تزيد يعرض معلته ترجمة نانسي قنقر